نغشنا فليس منا حديث صحيح دايما بتتربط الجملة بالتجارة ولكن اعتقد ان الجملة ليها معاني اعمق من كده بكتير بسم الله والحمد لله واشهد ان لا اله ان الله واشهد ان سيدنا محمد الرسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه يوم من ولاه وبعد موضوع ليس منا ده يعني انا عجبني جدا وبسجل اعجابي بالاعداد والاستاذ محمود والاستاذ هندا لأنه فعلا اختيار حلو اويا ليس منا اولا معناها ايه معناها رقم واحد اوعى تفتكر ان حكم من النبي صلى الله عليه وسلم بكفر هذا لا ولا بخروجه عن الملة ادي واحد اتنين هو وعيد شديد رقم تلاتة هذا النفي نفي كمال مش نفي صحة بمعنى بمعنى سعتك لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا والرواية الثانية ليس منا من غشنا الرواية الثالثة ليس منا من غش المسلمين او من غش الناس ليس منا هنا ينفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كامل الإسلام إسلامه فيه نقص فيه زنب فيه معصية فيه إثم وليس معناه أن إسلامه مش صحيح ولكن مش كامل ده إسمه إيه بقى بالضبط فإسمه نفي كمال مش نفي صح لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه اللي بيصلي في بيته ويجنبه جامع فلا صلاة له مش معناه نفي صحة الصلاة يعني الصلاة باطلة لا إنما اسمه نفي كمال يعني ليست صلاته كاملة فلما يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا مش معناه أنه خرج من ديننا ولا من ملتنا ولا من شريعتنا لأن النفي نفي كمال وليس نفي صحة رقم أربعة المعنى ليس منا أي ليس من المطيعين لنا دي النقطة المهمة جدا ليس من المطيعين لنا فقط دي معنى كلمة ليس منا من هم؟ ليسوا منا هم مين؟ في أحاديث كثيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ليس منا أو ليسوا منا من على سبيل المثال يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشنا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق ومن سلق ده أنت عايز حلق ومن خرق أيوة ده كل ده محتاج تفسير كل واحدة محتاجها تفسير مظبوط يا فن تبني أقول كمان حديث لأنه حديث كثير ليس منا من خب بمرأة على زوجها يلا نقول من الأول يلا أول حديث احنا بنقول ليس منا من غش الناس الغش هنا ممكن يبقى غش بالكلمة ممكن يبقى غش بالنصيحة ممكن يبقى غش بيعا وشراءا صحيح سيدنا النبي ألها في البيع والشراء يعني سيدنا النبي كان يمر على الأسواق يعمل زي دوريات تفتيش فلقي حد عارض تمر التمر من فوق حل وقوي قوي فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في التمر فوجد به في النهاية كده بللا مختلف عن فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له هلأ أظهرت ذلك من غشنا فليس مننا من غش الناس فليس مننا ليس مننا من غشنا اوعد غش حد فمبدأ الغش سواء كان غشا تجاريا غشا اقتصاديا غشا نفسيا غشا علميا غشا قوليا هذا لا يجوز انت عملت انتقاص في إيمانك حتى لو حد بياخد رأيك في حاجة اوعد غشه حتى لو ما بتحبوش يقول سيدنا رسوله صلى الله عليه وسلم من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه يبقى مسألة الغش منهج او مصطلح عمله خليك صادق وامين في كل الله يجبر خطرك في كل أمورك تمام في الكلمتي في الفعل في التصرف في العمل في التجارة في البيع في الشراء ما تغشش حد بتبيع حاجة محدش فينا ما بيبيعش وبيشتري بتبيع عربية قول كل حاجة وهتلاقي زبنها عشان ربنا يبارك لك لأن انت لو غشيت وتحكت على اللي انت بتبيع له وفعلا خدت المبلغ اللي انت عايزه وانت عارف ان هي لا تستحق ده او انها فيها عيب ايوه ربنا بيسلب البركة من هذا المال طب ربنا بيسلب البركة من هذا المال يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرق ده اسمه خيار المجلس يعني انا وحضرتك قاعدين في مجلس زي كده حضرتك بأتيلي يا عربية انا بالخيار اقبل ولا مقبلش طول ما احنا عادين في المجلس طيب انا دفعت لحضرتك الفلوس وكتبنا ومشينا ده اسمه خيار المجلس انفض ما قداميش غير حاجة اسمه خيار الرد بالعيب لو اللي ايت في السلع عيب فده اسمه خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرق فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما فالبائع لازم يكون ما عندهش غش يبين عيوب السلعة والمشتري ما يكونش عنده ايضا غش ليه لانه ممكن يكون البائع مش شاطر في البيع فما تحك عليه زي ما حصل من سيدنا جرير ابن عبدالله البجلي رايح يشتري فرس فالراجل البائع مش عارف امتى الفرس اللي بيبيعه فسيدنا جرير بيقوله بكم تبيع هذا الفرس قال بمئتي درهم فقال او بسلاثمائة فاستغرب در المشتري هو اللي بيزود السرع السعر فقال له اه طيب او اربعمائة فالبائع مستغرب يعني در انت مشتري بتزود ليه ففي النهاية قال له لماذا تفعل ذلك قال لي اني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السماء والطاعة والنصح لكل مسلم فانت الفرس اللي انت بتبيعه ده تمنه انت لا تعرف سمنه فده اسمه ايه نصيحة مفيش غش فمنهج اوعد غش حد مهما كان الامر